تمثل نشاطا من أهم الأنشطة التي تقوم بها هذه الدار باتبار أن العديد من المتعاملين مع الثقافة وإنما يعرفون الدار من خلال منشوراتها أكثر مما يعرفونها من خلال حضورهم في الأنشطة المباشرة التي تنظمها منشورات بيت الحكمة بدأت مع الأستاذ أحمد عبدالسلام تحت إشراف الأستاذ أحمد عبدالسلام وكما ذكر أول أمس المؤسسة كانت للتأليف والترجمة والتحقيق فتم إنجاز العديد من الدراسات وتحقيق العديد من النصوص في هذه الفترة التي تولى فيها الأستاذ أحمد عبدالسلام مسؤولية بيت الحكمة وتواصلت هذه السنة مع اختلافات بحسب الفترات لكن حركة النشر تواصلت ببيت الحكمة ولن أتحدث عن هذه المنشورات ولن هناك دليل لمنشورات بيت الحكمة يمكن أن نطلع عليه موجود في المكتبة وموجود كذلك على موقع المجمع حيث يمكن الرجوع إلى هذه القائمة الكاملة لمنشورات بيت المجمع سأحدثكم عن تجربتي مع النشر في السنوات التي كنت فيها مسؤولا عن هذه الدار الملحظة الأولى هي أن كان تعامل الأول مع حركة النشر في بيت الحكمة نابعة من تجربة شخصية قبل أن أتولى رئاسة المجمع أتيت مرة أطلب بصفتي عضوا في المجمع أطلبه كتابا من منشورات بيت الحكم فكان كل موظف يحيلني على موظف آخر والموظف الرابع هو الذي مدني بهذا الكتاب بعد نصف ساعة تقريبا من الانتظار وكان هاجس الأول هو إذن أن أنظم مسألة التوزيع وكانت السيدة لسرم هي المسؤولة عن هذا التوزيع فما لحظته مثلا أن هناك موزعا تخلدت بذمته أكثر من عشرين ألف دينا وما زال المجمع يواصل التعامل معه فأول ما حرصت هو العمل على استرجاع مستحقات المجمع من هذا التوزيع وتم تنظيم هذه المصلحة بصفة عقلانية لكن كانت هناك صعوبات وما زالت في الحقيقة لكن بدرجة أقل ناتجة عن أن المحلات التي نخزن فيها الكتب غير كافية وغير ملائمة حتى أننا اضطررنا إلى أن نستعمل بعض المكاتب مخازن للكتب وهذه المخازن لم تكن منظمة فقد نجد نفس العنوان في ثلاثة مخازن مختلفة وكان هذا ينعكس على عملية الجرد السنوي التي نقوم بها بحيث لا ندري في نهاية الأمر كم لنا من نسخة في عنوان من العنوان فتم تنظيم هذه المخازن بطريقة يمكن لكم أن تتأكدوا منها الآن بطريقة عقلانية وهي ترتيب المؤلفات بحسب الحروف الألف بائية أو الألف بائية بالنسبة للكتب الأجنبية وأي كتاب يمكن أن نذهب إليه مباشرة ونتحصل عليه هذا فيما يخص التوزيع هناك مشاكل طبعا تتعلق بأن كتبنا لا تصل إلى كل المكتبات وهذه المشكلة تعاني منها كل المؤسسة العمومية في الحقيقة ولكننا نبدل مجهودا في الاتصال بأهم المكتبات وكذلك عن طريق الموزعين غير الموزع الأول الذي تخلدت بدمته 23 ألف دينار موزعين آخرين وضبطنا كذلك معايير فيما يخص حقوق التوزيع لأنها لم تكن مضبوطة بصفة قلونية واضحة أعود الآن إلى النشر في هذه السنوات الخمس التي قضيتها على رأس البيت كان معجل النشر كتاب في الشهر تقريبا أكثر بقليل يعني قرابة 58 عنوان أظن نشرنا في خمس سنوات بما في ذلك الفترة الصعبة التي مررنا بها جميعا فترة الكوفيد والتي لم تكن فيها لم يكن فيها العمل متيسرا وهذه الكتب كنا نسلم المخطوطات إلى أشخاص معينين يعدونها للطباعة ومع كل المشاكل المنجرة عن هذه العملية لأن الإصلاحات يمكن أن تكون للمرة الثانية والثالثة ومع الذهاب والإياب بين أشخاص مختلفين فوضعنا مصلحة خاصة بآداد الكتب للطباعة وهذه المصلحة قد تكفلت بإدارتها سيدة هدى بدري مشكورة بإعانة نسرين وإيناس فجهزنا هذه الخلية بما يلزم من الموادات الإلكترونية وأصبحنا نعد الكتب في المجمع للنشر فنسلمها جاهزة لتسحب فقط في المطبعة وهذا بالإضافة إلى ما نربحه من المال نربحه كذلك في الوقت وفي سهولة الاتصال بالمؤلفين أن نقتضى الحال وعملية النشر إذن تتم بهذه الطريقة الآن التي أصبحت معهودة إلا في حالات نادرة عندما يكون هناك صعوبة مثلا في الكتاب الذي نشرناها للأسفل مرحوم رضا أيها رضا مبروك كتاب رضا مبروك هذا كله صور ووجدنا صعوبة في أن ننجز هذا العمل في نطاق الدار فسلمناه إلى جهة مختصة أما فيما عدا ذلك فإننا نقوم بكامل الأعمال في نطاق المجمع من هذه المنشورات إذن هناك أولا وهي بطبيعة الحال متفاوتة من حيث القيمة ومن حيث الحجم ومن حيث العدد الصفحات والأجزاء لكن هناك عنوين أساسية في عمليات النشر أولا ننشر كل سنة المحاضرات التي تم إلقاؤها في بيت الحتمة في السنة التي قبلها والتزمنا بهذا العمل وسلسلة المحاضرات وفيها عنوين هامة جداً من هذه المحاضرات طبعاً الإقبال عليها ليس كبيراً ولكن أظن أنها أن فيها وثائق هامة بطبيعة حال ككل الأعمال المشتركة فيها الغلط والسمين لكنها بصفة عامة محاضرات تبقى وثيقة أساسية وهذا كتاب سنوي إذا نقوم به ننشر كذلك أعمال الندوات التي تنظم في نطاق بيت الحكمة وهذه الندوات هي أعمال مشتركة كما هو الشأن بالنسبة إلى المحاضرات وفيها كذلك نصوص هامة جداً في مختلف الميادين نشرنا في الفنون في العلوم في الآذاب في التاريخ في الجغرافيا في محاور مختلفة ثم هناك الدراسات إما المفردة أو الجماعية التي يتولى بيت الحكمة كذلك نشرها وهذه الدراسات هي أيضاً مختلفة المواضيع والمحاور من هذه الدراسات مثلاً ما أشرفت عليه سهام الدبابي أظن مربتين عنوانان دراسات في الحضارة الإفريقية ومائدة إفريقية وهناك كتب مفردة مثلاً كتاب أستاذ حمالي سمود عن صورة المجتمع الإسلامي من خلال كتب الأدب وغيرها من العنوين هذه الكتب المفردة أو الجماعية تعرض على لجنة النشر لجنة النشر إما أن من بين أعضائها من هو مؤهل لتقييم العمل أو إنها توصي بإحالة ذلك العمل إلى مختص وعندما نحيله إلى مختص فإنه لا يعرف لا اسم المؤلف وكذلك المؤلف لا يعرف اسم الشخص الذي قام بتقييم ذلك العمل حيث تكون الأمور بسبب موضوعية تماماً وفي هذه الحالة قد تكون الأمور بسيطة هذا صالح النشر أو غير صالح النشر لكن في حالات عديدة مرغنا بها يكون العمل المقدم بحاجة إلى مراجعة من أنواع مختلفة هذه المراجعات وإذاك فقد تطول المدة التي بين تسليم المخطوط وبين صدوره لكن القاعدة هي هذه من العنوين كذلك القارة دشنا سلسلة من الخطب المجمعية والخطب المجمعية هذه وثيقة هامة جداً لأن أي عضو جديد في المجمع يطالب بأن يقدم هو بنفسه أن يقدم عرضاً عن اهتماماته عن ما أنجزه عن مشروعه البحث عن ما ينوي القيام به إلى غير ذلك وهذه الوثائق تبقى للباحثين وهي في نظري من المحاور التي ينبغي أن تتواصل في المستقبل ثم هناك الكتب التكريمية وقد أصدر المجمع ثمانية كتب لتكريم المرحومين عبد القادر المهيري حسب تاريخ الصدور عبد القادر المهيري محمد العلاوي محمد طالبي رشاد الحمزاوي نصف الفلالي الراضي الجازي عبد الهبو حديبة هشام زعية ونسيت هناك أيضا كتاب تكريمي ل من؟ لا لا أيها رضا مبروك ثم زميل رفيق الكامل صدر بعدي لا هناك زميل آخر لكل حال هذه السلسلة هي أيضا من عمور الشادة أي عمور الشادة ينبغي البحث في لوعي فهذه من المحاضرات والندوات والخطب المجمعية والتكريم إلى آخره هذه هي المحاور الكبرى التي تندرج ضمنها هذه الأعمال التي ينشرها المجمع و يتسأل الذين لا يعرفون المجمع معرفة جيدة عن معايير الاختيار اختيار العنوين التي ننشرها أنا في البداية كنت أحيل كل نص يقترح على المجمع أحيله إلى القسم المعني لكن تبين أن عددا من النصوص التي تعرض على المجمع بعيدة جدا عن المستوى الأكاديم المطلوب بطلب من أعضاء المجمع قيل لي تحمل مسؤوليتك وإذا ما كان هناك كتاب لا يستجيب للشروط الدنيا فلا فائدة في أن نضيع وقتنا فيه ولذلك فكان لي أن أجيب بالرفض للعديد من العنوين التي اقترحت على المجمع ولم تكن فيها إضافة ولو نسبية أي لم تكن تستجيب للمعايير الأكاديمية الدنيا ولذلك فنحن حريصون على أن تكون الأعمال المقدمة من الأعمال التي لا تستهلك في وقتها وإنما أن تكون مفيدة للحاضر والمستقبل كذلك ولذلك فنحن لا نختار بين مثلا ترجمة وتحقيق وبحث جديد المهم هو القيمة التي لهذه الترجمة أو لهذا التحقيق لذلك نشرنا مثلا من العنوين الهامة كتاب الأغذية والأدوية لإسحاق بن سليمان في جزئين وهو أعدنا طبعا المعلم بالاشتراك مع ناشر خاص وهناك كثير من العنوين التي مثلا أول أمس تم الحديث عن ترجمة كتاب المرحوم أحمد عبد السلام ابن خدوني سيلكتور نشر المجمع هذه الترجمة وهي ترجمة جيدة حقيقة جديرة بالأستاذ أحمد عبد السلام وبالمجمع لكن المجمع القاعدة في الترجمة أنه لا يتولى الترجمة بذاته إلا في حالات مثل هذه وإلا فإن المركز الوطني للترجمة هو الذي نحيل عليه الكتب التي تعرض للترجمة وبذلك فلا يكون هناك ازدواجية في المهام هذه لمحة عن هذه الكتب عن طبيعة الكتب التي ننشرها في المجمع لكن أنا أتيت معي بثلاثة كتب أردت أن أشير إليها بسبة خاصة لأنني أعتقد أنها مما يمكن أن يعتز المجمع بنشره الكتاب الأول هو الأعمال الشعرية الكاملة لأحمد لغماني أحمد لغماني من الشعراء الشعراء المعاصرين المعاصرين القلائل الذي يمكن أن نفخر به بالنسبة إلى العربية عموما وهو قد نشر في حياته ثلاثة دواوين دوان قلب على شفه كتاب جرح درة ملح على جرح كتاب سلح بيب ثم جاءني يوما الأستاذ سليم لغماني ابنه وعرض علي أن ينشر بيت الحكمة الأشعار التي لم تنشر والتي تمثل ديوانا رابعا بعنوان عواصف الخريف وأنا أعرف أن في هذا الكتاب على الأقل قصيدتين كانت تتداول بين المجموعة ضيقة هما القصيدة التي قالها وعيدة انقلاب سبعة نظامبر والقصيدة التي كتبها عند وفاة بورغيبة فهذه القصائد وغيرها قلت سليم المجمع لا ينشر فقط هذا الديوان الذي لم يطبع وإنما ننشر الأعمال الكاملة لأن الدواوين قد نفدت طبعتها ليست متوفرة في السوق فاتفقنا على أن نعيد نشر الدواوين التي طبعت مع الشعر الذي لم ينشر وكلفنا زميلا في المجمع الأستاذ وأظن أنه لم يكن إذاك عضوا الأستاذ مبروك المناعي فراجع ما نشر على أساس ما أضافه أيضا أحمد لغماني في حياته بخط يده فأصلح وأن قام بما كان يسميه العرب القدامى تنخيل الشعر يعني إعادة النظر في هذا الشعر وتحسينه فالأستاذ مبروك المناعي قام بالعمل من أول الدووين إلى آخر قصيدة وقام بعمل ممتاز وكتب تقديما لهذا التحقيق لأنه تحقيق حقيقي ف قلت لبأس من أن أقرأ عليكم بعض الأبيات من القصيدة التي قالها أحمد لغماني في أفريل 88 يعني بضعة أشهر بعد 7 نوفمبر وكتب في مقدمتها أبايد الرئيس بورغيبة عن الحكم فانطلقت بعض الألسنة وجردت بعض الأقلام للنيل منه وتسابقت في ذلك سباقا مخزيا قال أبو الطيب المتنبي خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا ثم القصيدة والقصيدة يقول فيها من جملة ما يقول لن أقرأ عليكم كامل القصيدة يقول إني قرأت على صحائفكم فأنكرت انتسابي فقرأت ما يند الجبين له ويذهب بالصواب شرف ابن آدم عرضة للتعني بل سلسل إهابي وضغائن مسعورة تجري لتصفية الحساب بالتلب بالتعريض بالكذب المؤفك بالسباب أقلامكم شرست وجاعت فهي سائلة اللعاب راحت تمزق عفة الأخلاق تمزيق الحراب فإذا كتابتكم زعاف فإذا كتابتكم زعاف السم ينفث في الشراب وقرأتها فدمي يفور وموج غيظي في استخاب وتفجر الغضب المؤجج من قوافية الغضاب يا أيها المتزحلقون بكل مدرجة وطيئة تتلونون تلون الحرباء في البؤر الوبيئة قد كان برغيب لكم هديا منارته وضيئة وافى بكم بعد العناء منازل العز الهنيئة وأزاع عن أكتافكم أوزار أزمنة رديئة لولا مرؤته لماتت همة وقضت مرؤة لولا جراءته لما كانت لكم همم جريئة أنكرتموه اليوم إذ ثقلت به القدم البطيئة ورسمتموه على نماذجكم بأشكال بريئة لن تمحوا الآماد فعلتكم ولن تنسى الخطيئة والدين إن لم يقضى في آجاله يقضى نسيئة هذه القصيدة التي قالها إذن في أبريل 88 والقصيدة الأخرى طويلة طويلة جدا فيها أكثر من مئة بيت فيها بالضبط 119 بيت يمكن أن أقرأ عليكم منها بعض الأبيات يخاطب قربيبة ميتا إذن أيها الراحل المودع رفقا إن خلف الضلوع جرحا يمور هو جرح ينز ما نزت الذكرى بأوجاعها فشب السعير هو جرحي أنا له من وريدي دافق مضرم النزيف يفور إلى أن يقول سيدا كنت سيدا سوف تبقى تحت في باسمك الحبيب العصور تشهد الأرض والسماء وما بينهما أنك الكبير الكبير شامخ أنت في الحياة وفي الموت مدل بما صنعت فخور فلترجم بما تشاء السراديب وتنفث ما تستطيع الجحور العقول الصغار تحسب أن المجد هش تدميره ميسور يا لسخ في العقول هيهات أن يدرك السر الخلودي عقل صغير إلى آخره فإذن هذا من أحد العنوين الثلاثة التي أتيت بها للتعريف بها طبعا الكثير منكم قد طلع عليها ولكن أردت أن ألح على أهمية هذه العنوين الثلاثة ولا شك أنني أظلم عنوين أخرى ولكن هو اختيار ذاتي العنوان الثاني هو متعة الأسماع في علم السماع وهذا الكتاب الاتفاشي القفصي هذا الاتفاشي مشهور عند القراء العربية بكتابه نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب ونزهة الألباب هو سابق للكتاب الذي هو أشهر منه ولكن هما من نفس النوع الذي يسمى اليوم بين دفرين بورنغرافيا يعني يتحدث عن الحياة الجنسية بلغة مكشوفة تماما هذا لأن الشيخ النفزاوي صاحب الروض العاطر متأخر أظن بأكثر من قرن عن التفاشي والتفاشي كان فقيها كان قاضيا وانتقل من قفصة إلى مصر وإلى الشام وكان كانت له عديد المؤلفات من بينها هذا الكتاب الهام الذي هو متعة الأسمع في علم السماع ومنه نسخة فريدة في تونس وهذه النسخة في حالة يرثلها والحقيقة أن المزي الكبرى لمحقق هذا الكتاب وهو الأستاذ رشيد السلامي ومختص في الموسيقى مزياته الكبرى أنه قضى فيه أكثر من ثلاثين سنة وهو يحاول فك رموزه لأن خطه غير منقوط وشط رديء جدا وفيه بتر وفيه الكثير من الصعوبات المختلفة فعرف به أول ما عرف المرحوم محسن حسني عبد الوهاب عرف ب ما أتابه اتفاشي فيما يخص الموسيقى لأن المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية المعروفة لا تتناول كل الأغراض التي جاء بها الكفاشي والتي بين فيها لا الترائق الكلاسيكية فقط لكن ما كان متداولا في المغرب الإسلامي وفي الأندلس وهذا الرجل الفقيه القاضي العالم لم يكن يتحرج من أن يتحدث عن مواضيع تبدو اليوم غريبة على عالم العلماء التقليديين مثلا يقول الباب الثاني أعلم أن مجلس الشراب أولى بالسماع من جميع ما عاداه من سائر المجالس فإنه يسيغ الشراب ويشيعه تشيعا عجيبا حتى يحسن سريانه في الجسم وأثاره فيه ولهذا قالت الحكماء السماع إدام المدام وقد كانت الأكاسر والقياصر في قديم الزمان يحضرون الملهين على موائد طعامهم يقصدون بذلك معونة الطبيعة على هضم الغذاء وجودة انتشاره في البدن واستمرائه إلى آخر فهذا فيما خصه هذا الشراب الذي ألف فيه قبله كما تعلمون الرقيق القيرواني في قطب السرور ولهذا ف أهمية ما ورد في التفاشي هو أنه ليس صادرا عن مؤرس مثل الرقيق بل صادرا عن عالم عن فقيه وعن قاضي هناك العديد من المحاور التي وردت في هذا الكتاب لن أقف على الأمور الفنية وقد اهتم بها أصحاب الموسيقى وبيّنوا أهميتها أهميتها لكن بعض المواضيع طريفة مثلا يقول للفراسة في تخير الولائد والولدان للتعليم حظ وافر وذلك أنه لا يصلح لتعليم الغناء إلا منصورته مقبولة وأعضاؤه متناسبة ومحاسنه رقيقة والذكاء ينطق من عينيه ولسانه ولتكن أعطافه لينة وأطرافه سبطة ولسانه دقيقا ولفظه عذبا ومنطقه حلوا ونغمته مليحا وثغره مليحا منتظما وفمه صغيرا وعنقه بارزا وألحاظه سريعة وكلامه سالما من اللتغات وتمتم وليحذر منهم من يكون نظره مفسودا إلى آخره إلى أن يقول فإذا وقع من هو بهذه الصفة فاجمع منهم من تيسر وأدخلهم الحمام وكسهم ما يستملح وأطعمهم وأطعمهم ما يستطاب وطيبهم بما يستدعي حضور نشاطهم وسقهم خمرا وسقهم يسيرا من الخمر بقدر طاقتهم وأحضر لهم من يعمل بسائر الآلات ومرهم بالعمل والمطاولة فمن رأيته يألف صاحب آلة من عود أو زمر أو طنبور أو رقص أو طبل أو معزف أو رباب فألزمه تلك الآلة والعمل بها والرياضة فيها ونقله إلى سواها ورده في واحدة واحدة فإنه لابد أن ينجب في وحدة منهن أو في الجميع فإن لم ينجب مع هذا اللطف فأعدل به إلى سوا هذه الصناعة يقول كذلك في باب آخر أولا في قوانين الموسيقى في مماثلة قوانين الموسيقى لقوانين العروض ويأتي بتقسيمات همة جدا لفائدة في أن نطيل بالوقوف عندها لكن هناك باب في هذا الكتاب طريف جدا لأنه لا مثيل له قبله على الأقل لا أدري إن كان هناك من أتى بعده وتحدث عن الموضوع وهو في الرقص وشروطه الموجب فيه الإنسان المسلمة من الخطأ والنقصان وذكر البراعة وذكر كل نوع منه لمستعمله من أرباب الأقاليم والبلدات الرقص الكتب عن الموسيقى موجودة لكن عن الرقص لا هذا الباب الذي فيه أربع وخمس صفحات يذكر فيه أنواعا من الرقص النقص النقص الفردي النقص الثنائي النقص الجماعي ويبين الأنواع هذه يقف عند كل نوع من أنواع الرقص التي كانت موجودة في عصره وفي بيئته وهذه شهادة لا مثيل لها بالنسبة إلى التراث العربي وهناك أيضا قسم آخر يتعلق بالخيال خيال البساط وخيال الظل وخيال الوجوه وهذه أنواع من الملاهي التي كانت موجودة في ذلك العصر والتي يذكرها التفاشي ويبسط قول فيها بحنكة ومعرفة دقيقة بهذه المواضيع الكتاب الثالث العنوان الثالث الذي جلبته معي هو الأثار الكاملة لأحمد دراي هو كذلك من الكتب التي يمكن للمجمع أن يعتز بأنه نشرها لأن أحمد دراي من المفكرين الذين ما زالوا في نظري مغمورين ولم يأخذ حظهم كما هو الشأن بالنسبة لمن هو دونه فالناس تعرف مثلا زين عبد النسوس مثلا أو تعرف أدباء ومشاركين في الحياة السياسية والاجتماعية والأدبية لكن مؤلفات أحمد دراي لم تنشر قبل ذلك نشر كتابان في الحقيقة له كتاب عن حياة الطهر الحداد وكتاب دفاعا عن الحداد ثم نشرت له في جرائد مقالات مقالات مختلفة في جرية الصباح بسبة خاصة وأريد هنا وبحضورها أن أشكر الأستاذ كالثوم وابنة أحمد الدراي لأنها هي التي مكنت المجمع من أن ينشر هذه الأعمال في جزئين وهي تنقسم إلى الآثار الفكرية والآثار الإبداعية فالآثار الفكرية منها نصوص هامة جدا لا أذكر كل شيء ولكن على سبيل المثال فقط موقف أحمد الدراي من المجلة الشرعية التي كانت كان يراد إصدارها قبل أن تصدر مجلة الأحوال الشخصية فهو قد كتب مقالات ويحطم فيها تحطيما هذه المجلة الشرعية يعني يبين أنها في الحقيقة لا تستجيب للمقتضيات التي تطلبها العصر من نواحي شكلية وإجرائية ومضمونية ثم كتب مقالا آخر ينتصر فيه لمجلة الأحوال الشخصية في مقابل المشروع الذي قدمه الشيخ جعيط والذي يقال اليوم أن المجلة الأحوال الشخصية إنما هي امتداد لهذه المجلة التي أعدها الشيخ جعيط والأمر ليس كذلك كما هو مبين في هذا الفصل المتعلق بمجلة الأحوال الشخصية والتي يدافع فيها عن هذه المجلة ونحن نشرنا الأثار الكاملة ولكن في الحقيقة ما زالت أثار أخرى لم تنشر والدليل على ذلك أنه قد صدر منذ أيام فقط كتاب آخر لأحمد درعي هو ترجمته لكتاب تحصل على جائزة جونكور سنة 1921 وهو كتاب روني ماران باتوالا وهو يتعلق بالحياة في إفريقيا وبأثر الاستعمار الفرنسي في إفريقيا وهذا الكتاب هذه الترجمة يعني غريبة بالنسبة إلى ذلك العصر أنه يهتم كاتب تونسي بترجمة كتاب متحصر على جائزة جونكور في موضوع بعيد جدا عن اهتمامات التونسيين عادة وهو حتى اليوم فيه كثير من المصطلحات الفنية المتعلقة بالحياة في إفريقيا في إفريقيا جنوب الصحراء وكما هو غريب على القارئ الفرنسي هو غريب عن القارئ التونسي في كثير من الأحيان فهذه الرغم هذا النقص الذي تمته المكبة الوطنية مشكورة بنشر كتاب باتولا هذه الأثار في حد ذاتها وثيقة فيها وثائق هامة جدا عن المجتمع التونسي في النصف الأول من القارئ العشرين ففيها وصف للمجتمع المجتمع التونسي التقليلي وفيها وصف جميل جدا للعقليات للذهنيات التي كانت موجودة عند طبقة التي تسمى البلية يعني هذه الطبقة من البرجوازية الصغيرة التي تعارك الحياة والتي تحاول أن تتأقلم مع هذا الجديد الذي طرأ على الحياة فيها وغير ذلك من الأثار فطبعا لن الكتاب موجود على ذمتكم ويمكن العودة إليه لكن أردت أن أنبه إلى هذه العناوين الثلاثة افترتها ويجب ها كتاب نعم عندما كنا نجمع آثار أحمد دوراي عثرنا على كتاب بخط الطهر الحداد لم ينشر ونشره المجمع وهو التجديد الجمود والتجديد هذا الكتاب للطهر الحداد ينشر لأول مرة نشر لأول مرة نشرته بيت الأكمة وهو بخط الطهر الحداد وليس موجودا في الآثار التي طبعت له فهذه إذن لمحة عن حركة النشر في المجمع رأيتم أنها ليست موضوعية كلها وإنما فيها كثير من الذاتية فإليكم الكلمة إن شأتم أن تنقضوا ما تشاءون من هذا من هذه الحركة حركة النشر في المجمع أهلا السهان فضل أردت أولاً أن أشكرك لأني في عهدك نشرت كتابيني كتاباً مفرداً أنجزته في سبع سنوات قضيتها بين المخطوطات والكتب والمصادر الأفريقية وهو مائدة الأفريقية وهو الكتاب الوحيد الذي يتحدث عن ألوان الطعام التونسية في العهد الوسيط أشكرك ثانياً لأنني استطعت كذلك أن أنشر كتاباً أشرفت عليه ودراسات جديدة في حضارة إفريقية درسنا فيه جوانب مهملة وأردته أن يكون تكملة لكتاب أستاذنا محمد محمد الطالبي أريد أن أدلو ببعض الملاحظات التي تتعلق بالنشر وفي الواقع أنا أعبر عنهم من شخصية لحظت وأنا أنجز كتاب مائدة إفريقية وجود مخطوطات كثيرة في المكتبة الوطنية تتعلق بالتراف التونسي إلا أن هذه الكتب مغمورة من بينها كتب طبية مثلاً فألا يمكن أن تشجع بيت الحكمة على تحقيق هذه الكتب ربما بالتعاون مع المكتب الوطنية فأن تعرض مثلاً قائمة فيها على المحققين وتنتديبهم للتحقيق فيكون النشر هذه الكتب أذكر مثلاً من بين هذه الكتب كتب لأن عندنا المدرسة القيروانية في الطب ولكن عندنا كذلك مدرسة تونسية حفصية وإن كانت هي أقل قيمة من المدرسة القيروانية ولكن عندنا مخطوطات في الطب تونسية هامة جداً وهي رأيت أنها لابد من أن تحظى بالتحقيق فلا يمكن أن ننتجب يعني رأيت أن العادة في بيت الحكمة هي أن يختار المحقق كتاباً يعجبه فيحققه ويعرض ونشره على بيت الحكمة أنا ربما أفكر في حركة نطغ موفمان في حركة تنطلق من بيت الحكمة للتحقيق والعرض على التحقيق لأننا لأننا فرطنا في ذلك وأرى أن الألمان مثلاً أو الفرنسيين ينكبون على تحقيق تراثنا وهم لا يحسنون كل يعني إحساننا نحن للعربية وقد وقفت على أخطاء كثيرة في تحقيقين اقتنيتهم من ألمانيا في الفترة الأخيرة في الطب الإسلام هذه ملاحظة ثم أعتقد أن عندنا كذلك نصوص تونسية يعني كتب تونسية هامة جداً في مختلف في مختلف المجالات ومما أنتجها مجمعيون وربما تكون ترجمتها خدمة للمجتمع العلمي بصفة عامة يكون ذلك خدمة للاسوسيتي سابون إن كانت هذا المجتمع ورأيت أنه توجد شراكة بين بيت الحكمة ومعهد تونس للترجمة فيكون من المفيد أن يترجم هذا المعهد كتب من إنتاج بيت الحكمة ملاحظة الثالثة أحلم كذلك بأن يكون هناك إنتاج جماعي ينطلق من بيت الحكمة في موضوعات معينة يقترحها المجمعيون معاً وليست بضرورة محاضرات أو ندوات ولكن قد ربما نجعل في بيت الحكمة مشاريع مشاريع بحث بإشراف من يريد الإشراف عليها ولكن يكون ذلك إشراف مزدوج من أكثر من قسم تجاوزاً لنوع من الإنغلاق داخل الأقسام إلى نوع من التفتح على الأقسام بصفة عام عفواً إن كنت قطلت بالنسبة إلى الملاحظة الأولى ليست لي مزية خاصة في نشر أي عنوان بما أن هذه الكتب التي تقدمت بها عرضت على لجنة النشر ولجنة النشر وافقت على نشرها ولهذا فرئيس المجمع هو إن لم تكن هناك خلافات أساسية فيما يتعلق بالنشر وإذا ما كان الرأي بالموافقة فهو يقوم بدوره الطبيعي ليست له مزية خاصة فيما يخص الآن تحقيق والترجمة صحيح أن بيت الحكمة انطلقت مؤسسة للتحقيق والترجمة والدراسات لكن بيت الحكمة الآن مجمع ولا لا يمكن أن يقوم مقام المؤسسات تعليمية الجامعية والبحثية ولذلك فهذه مهمة الجامعة ومهمة الباحثين في مراكز البحث أن ينشر المجمع ما يتم تحقيقه ودراسته طبيعي لكن أن يتولى هو هذه العملية ففي الوقت الحاضر أظن ربما رئيس المجمع له رأي آخر لكن أظن أن المجمع غير مؤهل الآن لكي يتولى هو بتكوين فرق ويكلف أشخاص معينين لتحقيق هذا الأثر أو ذاك سواء في التحقيق أو الترجمة لكن أن ينشر نتائج الأبحاث نعم لكن هذا في نظري وربما يكون للأقسام وليدارة المجمع رأي آخر سجل للفضل شكرا أظم صوتي لأن بيت الحكمة في نشر مش هو اللي يحقق أما في نشر المخطوطات التونسية المهمة اللي يكون بالتعاون مع الجامعات التونسية لأنه فما أبحاث وأنت أعرف بهذا مني أبحاث مهمة لتحقيق أجزاء من مخطوطات من كتب تم منذ 30 أو 40 عام وقاعدة معناها في المكتبات متع كلياتنا ربما المخطوطات الأهم تتكون لجنة والمختصين وكل عام تنشر كتاب اثنين هذا مهم جدا فقط أردت أن أرجع إلى كتاب وعندك والحق معنا أنا وافقك تماما في الاختيارات اللي قلت بهم وبالخصوص في كتاب متعد السماع متعتفاشي أنا ما بين قوسين كهاوي ما نش مختص في التحقيق كان لي شرف أن متعد الألباب متعتفاشي حققته كهاوي وكمتعلط في برشة نقائص ووقع تبعه مرتين مرة في الأخلاب وآخر مرة طوى عام ولا اثنين في دار سحر للنشر ووجدت متعة لأن أنا اكتشفت المخطوط هذائل اللي منه نسختين في در الكتب الوطنية في باريس ونسخة في تونس ونسخة في القاهرة دردت أنا مشيت لهم الكل و لأن كنت وقت اللي نحضر في الأجريغاسيون في اللون ومبعد في التاز كنت نقلق ساعات عقاب النهار لاربع من السباح كقني بالثمانية تسعة في المكبة في السربون نقلق نمشي دار القسم المخطوطات في دار الكتب الوطنية الفرنسية في ريس ريس نطلع من السربون ونمشي لغادي كايا مخر شوية ناخذ حوجة ماكلة خفيفة وندخل القسم المخطوطات وكتشفت وقتها اتفاشي نعدي سوعة سوعة ونص الاربع ونص حتى الستة اللي نتسكر ولا بعد شوية نقرأ في اتفاشي يعني ماك معنا كيف اللي نوع من الاتفار هيدا فقط اذن متعة السماع مهم جدا عليك لاني اللي سنوات طويلة ما نعرف ومنه كان صفحة وحيدة بفضل حسن حسني عبلوها انشارها فاكل المختارات منتع الادب التونسي صف أو هولي في الحياة الثقافية قصيتها وعندنا صفحة كيف وبعد صفحة في الفكر هو بيده وبعد صفحة في العمل الثقاف وقيت عندي أربع صفحة وأنا فرح بهم ونستنى حقيقة كان الكتاب لأنه فيه حاجة اتفاشي معنا أحد مفاخر الساحة التونسية والعربية من أول للناس اللي ألف موسوعة من الموسوعة منها متعة الإسماء منها متعة الألباب وحدة رجوع الشيخ إلى صباه في الجنس الثنين في كده وفي الموسيقى وكده لكن ضعت وابنه منظور كان صديق والده ابو ابنه منظور كان صديق والده ويقول ابنه منظور في شهادة حلوة ياسر بعد اللي توفى اتفاشي وكبر قال كنت نحضر مع بابا وابنه منظوره واتفاشي ذلوا يحكي وأنا صغير مزلت معنا في المراحل الأولى متعت عليهم في جامعة الزيتون قال كنت ما نفهموش يقولوا بعد نقل المصر إلى آخرين عاد اش يقول يقول لو وجد مسأل في القاهرة وفي الشرق على هال المخطوطة يقول يقولوا لي فما نصها بركة عند فلان لفلان قالوا اتصلت بيه وحاولته وجيهته باش يعطيه او يجي يقره عنده ماباش قال في الآخر بذلته أموالا طائلة حتى تحصلته على تلك النسخة شريها في الآخر وقال لقيتها معناها بخط التفاشي ومسودات أكثرها مش منظة وبذل مجهود باش اكل موسوعة هذه كان من بعد هو اعمل اعمل الحاجة اجزاء كثيرة منها دخصها دخصها وضعت من بعد داك المخطوطة داك ووصلنا كان تقريب الثلاثة ارباع ولا الثلاثين ولا اكثر من موسوعة التفاشي وصلنا ملخص بتلخيص ابن المنظور اذا الاهتمام بامثال هؤلاء الاعلام وبما كتبوا وعنده حاجة اخرى ما وحنا نعرف في كتب الجنس ولا اكل الشذوذ الجنسي دي ما فهم المجتمع عنده احكامه وحكم قاسي ضد الشذوذ رغم انه هو موجود في المجتمعات الكل مسلمة وغير مسلمة قديمة وحديثة لكن كلها في السطر وابنه كيفاشي القفسي انجملة حاول يفسر الشهود الجنسي مش من مقاربة اخلاقية اجتماعية من مقاربة علمية وارجع للفخر الراز وقالوا في صفحات ولا بعض في التفسير متاعهم اللي تفسير علمي وهو اذا الشذوذ ما هوش مسؤول عليه اخلاقيا المجتمع فقط والعائلة والراجل الشاذ ولا المرأة الشاذة بل هناك استعدادات مناخية واستعدادات نفسية وطربوية واجتماعية والبحث عنك المملوع وحصل وفسر بشا واعتمد على رأي الطبيب الرازي وهذا مهم اذا فكل وقت هذاك واحنا لتوم بزرنا نسمع هنا وهنا ولا في احداث البرجتمع اشياء متاع مجموعة القرون الوصد قبل التفاش قبل سيدنا عيسى شكرا شكرا جلول سي صلاح الدين الشريف حس الاخرى مش تبدأ الامر يتعلق نقطة انه في الترجمة تجيئ على ترجمة اعمال المجمع العمال التي يقوم بها المجمع الوصد الاحسن ان تترجم يمكن مع مع هذا الترجمة هذا ممكن هذه الحاجة ثانية هو كما قلت انت مش ممكن المجمع بشي يقوم ندور وحدات البحث والمخاضة صحيح ولكن لا هو وظيفة تطوير المعرفة وتطوير المعرفة لا يكون الا بتكسير بعض الاشياء الموجودة في الجانعة التونسية وتصورات التي تتعلق بتصنيفات قديمة ولا تتماشى مع اتجاهات العلم الحديث مش في التكنولوجيا بركة في التكنولوجيا وفي البيولوجي في اشياء كثيرة في اللغة في اشياء كثيرة وهنا يمكن يخدم القاتلة او للتوجيه فقط انتهى لانه افار شكرا تفضل سي محمد ايه قبل كل شيء نحب نشكرك سيعد مجيد لانه الزوفر هذوما هي طريفة جدا وعندها البصمة متاعك كانت في المقدمة متاع الادبة تونسي و جزيل الشكر بقى ثم مدخلات متعددة نحب نقول الدار هذه هي الدار كومنتومة ما عدت ما سميش واحد يحلم بحاجة ويقدمها كأنه هو ولا هي ميش مسؤولة اذن كل من له فكرة في نشر ينقافر تكون عندها اهمية بالنسبة بالتعريف بتونس فمرحبا بها العائق الوحيد كما تقدم به سيع عبد مجيد شرفي هو ترجمة ولكن عقد شراكة مع المؤسسة المختصة والمؤسسة المختصة هي متفتحة لكل المقترحات إذن ولو المجمع هوش قادر بالنسبة لإمكانيته المالية لترجمة وهي باهظة فإن لنا صديقة على رأس المؤسسة المختصة في الترجمة وهي متفتحة لكل المقترحات إذن بالمناسبة هذه محاضرة سيعاب المجيد شرفي وهو مشكور عليها فنضح في يعني مشروعنا بالنسبة للأشهر أو سنوات المقبلة أن نتناول الزوفر اللي نعتبرها هامة ولكن هي مدغورة إذن أحب نقول لكم اللي لكلكم موجودين هنا هي هذه دار داركم وإذا شفتوا فما فائدة فما نجاعة باش نعرفوا ب يون أفر فالمجمع ما نجم يكون إلا متفتح ونجم أقول لكم من الآن إذن إذن توم متأكدين من ذلك فنفتح المجال لمكتب الأقسام نضع أمامه المقترحات ونمتأكد أن مكتب الأقسام سيكون إيجابيا جدا ويتفاعل بصفة إيجابية نوضع الآن بمناسبة التقديم تاعسي عبد مدد سرفي الهدف هذي أمامنا أو مرقوش هدف هو واشب شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنت تتكلم وأنا نخمم في زول حويش حاجة الأولى أن هالكتب على قيمتها وعلى أهميتها وعلى طرافتها هل تصل إلى القرى ولا لا تصل هل تقرأ ولا لا تقرأ هل يستفاد منها ولا لا يستفاد منها أنا أنا نطلب من سيمة حمود أنه يفكر في طريقة لمزيد التعاون مع المكتبة الوطنية لما أن أمامنا مشروع هو رقمنت كل رصيد المكتبة الوطنية علقوا لتصبح هذه الكتب جزء من هذا المشروع وأن يصل جميع البحوث أن تصل إلى القرى لسيمة أنها تغير هذه المعارف وتؤثر في دائرتين مهمتين دائرة القرى بشكل عام ودائرة الجامعة بشكل خاص أنها تفتح أفاق في البحث الجديد الأمر الثاني وهني فيت أصلاح والله فيت كمال ماذا تقول لك آخر أمر الثاني محمود توجد في الكثير من المؤسسات ما يسمى بالكتاب السنوي الكتاب السنوي والكتاب السنوي عادة يكون حول قضية هامة معاصرة ساخنة ويلتف حولها أوفر عدد ممكن من المنتسبين المؤسسة إما لمراجعة معرفة أصبحت قديمة أو لقول آخر مختلف تماما هل يمكن التفكير في هذه المؤسسة في مثل هذه الفكرة وأن يدعى الناس إلى التفكير ويكون الصيغة ما يسمى إيرلي بوك ولا الكتاب السنوي تحقيقة لا يمكن أن أمر إلى وأسكت الآن لأنني انتهازي شوية أقتنص الفرص سعد سفير اندونيسيا بعدنا وتحدثنا البارحة أو الأمس تحدثنا عن ضرورة الانفتاح حبيت نعلم لا استعرف بيانسير ولكن أنا عود نذكر به أنه توجد مخطوطات بالعربية على غاية من الأهمية باندونيسيا تتعلق بحياة أوائل المسلمين والأجيال التي تلتهم عن وضع مختلف تماما عن الأوضاع التي نعرفها هل بالإمكان التفكير في مثل هذا الانفتاح لا سيما وأننا نربط علاقة فكرية وأكاديمية وحضرية مع أرخبيل لا نعرفه تماما أو أعلقا نعرف عنه القليل شكرا برك الله فيك سيد منصف أظن أن هذه الملاحظات وهذه المقترحات ستأخذ بعين الاعتبار إلى هذا الحد أظن نستطيع أن نرفع الجلسة لنترك المجال للحصة الثانية شكرا لكم مجددا شكرا لكم شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر